بعد مرور 11 عاما على واقعة دقيقة واحدة أو One Minute الشهيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل شيمون بيريز في مؤتمر دافوس الاقتصادية كشفت تصريحات أحمد داود أغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل التركي المعارض عن أن أردوغان كلفه بالاعتذار الشخصيا لبيريز بعد قليل من الحادث تصريحات أغلو والذي كشف عنها لأول مرة جاءت خلال مؤتمر لحزبه المعارض بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية في مدينة قونيا وسط تركيا كرد على انتقادات وجهها له أردوغان في وقت سابق قائلا أولئك الذين كانوا في القاعة معنا في دافوس ارتعدوا يوم قلنا لبيريز دقيقة لكنهم شكلوا الآن حزبا جديدا هذا الانتقاد جعل داود أغلو الذي شغل منصب وزير خارجية أردوغان طويلا يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة أن أردوغان كان متخوفا من العواقب التي قد تحدث جراء موقفه الاستعراضي تجاه إسرائيل مشيرا إلى أنه عندما كان في منصب وزير الخارجية توسط لتهدئة الأجواء بين الطرفين وفي تعليقه على تصريحات أردوغان أشار إلى أن الرئيس التركي لم يقل الحقيقة في خطابه وأنه بعد اختفاء الأضواء في دافوس قام أغلو بالتوسط بدبلوماسية الباب الخلفي للاعتذار لبيريز كما أضاف داود أغلو أنه في الوقت الذي كان البعض في دافوس وتركيا يخافون من تبعات موقف حادثة دقيقة واحدة وعلى رأسهم أردوغان كان هو يقوم بتحركات دبلوماسية من وراء الستار من أجل جعل بيريز يعتذر لتركيا وأن الاعتذار الإسرائيلي لتركيا جاء بعد حديث أغلو شخصيا مع المسؤولين الإسرائيليين